اشتركوا في القناة أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله جميعا حيثما كنتم ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السادسة من حلقات تفسير سورة الدخان وقد أردت أن أركز على هذا النطق الدخان إن هذه الكلمة وردت في كتاب الله مرتين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو قرها قالتها أتينا طائعين يوم تأتي السماء بدخان ممين في هذه السورة فاللغة القرآنية النطق القرآني الصحيح لهذه الكلمة الدخان وبالمناسبة فاتشنا في الروايات المتواترة والشواذ فلميت فيها لفظ الدخان بل هي الدخان فعندما يكون الحديث عن القرآن نطقا بآياته أو تسمية لسوره ينبغي أن نحافظ على الكلمة القرآنية كما وردت في كتاب الله عز وجل خارج هذا السياق الأمر واسع والحمد لله في حديثنا العادي والدارج بعيد عن السورة وعن الآية نستطيع أن نقول الدخان الدخان لغة عمية دارجة على ألسنة الناس ليس هناك ما يعيب في هذا وإن كان الأفضل والأكمل والأتم أن نعود ألسنتنا أن ننطق بالكلمات كما أوردها الله جل جلاله في الكتاب أيضا في هذه السورة ونحن نبحث عن هل في قراءة شزأ الدخان ولم نجد وجدنا أن فيها كلمتين فقط من شواذ القراءات يوم نبطش البطشة الكبرى المسألة الثانية وزوجناهم بحور عين لقد قرأت بحور عين أو قرأت بعيس عين والمرأة العيساء هي المرأة البيضاء أيضا أحبتي في الله كلمة مصر نحن نقول مصر في لغتنا الدارية مصر 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 ومصر أم الدنيا ومصر كذا وكذا النطق الصحيح لهذه الكلمة كما في كتاب الله جل جلاله مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكلم مثوى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون فاللغة القرآنية الضبط القرآني كسر ميم فعندما يكون الحديث عن آية قرآنية أو عن سياق قرآني ينبغي أن نحافظ على كسر الميم كما ورد في كتاب الله لكن أرجو أن يكون خارج هذا السياق لما يكون الحديث عن يعني كلام عامي دارج لا بأس أن يقال مصر أو أن يقال مصر حتى لا نضيق واسعا لكن احذر إن كان الحديث عن آية قرآنية أو عن سياق قرآني لابد أن تضبط اللفظة بما ضبطه الله جل جلاله به هذه فقط توطئة ومناسبة الحديث عن تفسير سورة الدخان وجزى الله خيرا على من نبهنا على ذلك طيب الله جل جلاله يقول في هذه السورة في هذا المقطع منها إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بعد أن فرغ الله جل جلاله من حديثه عن إن جاء بني إسرائيل من العذاب المهين عن امتنانه عليهم بنعمه الجزيلة ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين شرع في الإنكار على مشرك مكة في إنكارهم البعث والمعاد إن هؤلاء مشرك مكة أي قومك إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين يحتجون بآبائهم الماضين إن كان هناك بعث فابعثوا لنا آبائنا حتى نصدقكم إن كار البعث كان عقيدة جاهلية منتشرة في أوصات كثيرة شعر يقول أأترك لذة الصهباء عمدا لما وعدوه من لبن وخمر حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري والذي أمسك عظما وقد رم ففتته وطيره في الهواء وقال أتظن يا محمد أن ربك يبعث هذه بعد أن صارت رميما قال نعم ويبعثك ويدقلك النار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم والرجل العاص بن وائل الذي قال لخباب وكان قينا وقد قدم له صنعه وقد قدم له شيئا صنعه له وجاء يتقاضاه أجرا مجل إن شاء الله يعني قال له لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد قال والله لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث قاله خلاص تحلت يوم القيامة أبلني هيبع عندي مال وعندي أولاد وديك وأعطيك ما تريد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ونرثه ما يقول ويأتينا فرنا في المقابل كان في ناس في زمان الجاهلية كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت كان عندهم هذا من بقايا الحنيفية من بقايا ملة إبراهيم ويعني أمية ابن الصلط لو شعر جميل جدا لكن سبحان الله لم تسبق له من الله الحسنة وقد روي أنه آمن شعره وكفر قلبه كان يقول إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال وشق الأرض فانبجست عيونا وأنهارا من العذب الذلال ويعني كان يقول في وصف الجحيم يعني في بعث وفي جحيم وسيق المجرمون وهم عرات إلى ذات المقامع والنكال يعني فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعجوا في سلاسلها الطوال فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بمجرى النار صالي وفي المقابل تحدث عن الجنة وحل المتقون بدار صدق وعيش ناعم تحت الظلال لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأفراح فيها والكمال طيب إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين نموت ونحيا وما يوليكنا إلا الده وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين حجة باطلة شبهة كاسدة لأن البعث يكون يوم القيامة لا يكون هنا في الدنيا نعم حدست حالات بعث محدودة في الدنيا كإعجاز الله جل وعلا أحيا بعض الموتى على يد المسيح حجة له وفي قصة بني إسرائيل الذين قتلوا نفسا وادارأوا فيها وأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها فأحياه الله ودلهم على من قتل في مواضع محدودة لكن الأصل أن البعث يكون يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم والتكذيب بالبعث تكذيب لله جل جلاله كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمن ابن آدم وما ينبغي له ذلك وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهوان علي من إعادته وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين يتهددهم الله جل جلاله ويتوعدهم أن تحل عليهم كلمة العذاب كما حلت بالأمم السابقة إن بأسه جل جلاله لا يرد عن القوم المجرمين كقوم تبع أهم خير أم قوم تبع من هم قوم تبع هم سبأ أو حمير الذين أهلكهم الله جل جلاله وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذر وفي القرآن الكريم في سورة سبأ يعني حديث عن هؤلاء وقد صدرها الله جل وعلا بالحديث عن إنكارهم للبعث وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قص علينا قصة في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور إلى آخر الآيات الجليلات التي جاءت في هذا الصبر تبع كان أحد ملوك اليمن كان مشركا ثم أسلم كان يعبد الله على شريعة كليمه موسى في بداية الأمر توقف نبينا صلى الله عليه وسلم في شأنه كان لا يدري ألا عين هو أم لا أرين صالح هو أم لا ثم تنزل عليه الوحي وبين له الله جل جلاله أن تبع كان ريولا صالحا ولهذا ذكر الله قومه بسوء ولم يذكره بسوء حمير أو سبأ كانوا يسمون ملكهم تبع كما يسمى ملك الروم قيصر ويسمى ملك كسراء ملك كسراء ملك الفرس كسراء وملوك الحبشة يسمون ملكهم بالنجاشي فهكذا كان تبع كان أحد ملوك اليمن كان هذا لقب يطلق على ملوكهم ويذكر كتب السير من أخباره إنه خرج يوما فطوف في البلاد شرقا وغربا وصل إلى المدينة فأراد أن يقاتل أهلها مغترا بقوته اتزا بسلطانه فاستنفر أهل المدينة للدفاع عن مدينتهم وكانوا يقاتلونه نهارا ويقرونه ليلا يضيفونه ليلا فاستحيا منهم فقرر أن يرحل عنهم وكان معه حبران من أحباره اليهول فوعظاه في شأن المدينة هذه مهاجر نبي سيصل لها نبي في آخر الزمان وسيكون له شأن وكفوه عن استمرار في مقاتلة أهلها فخرج وأخذ معه الحبرين وقفل إلى اليمن قال إنه أيضا مر على مكة وأراد أن يهدم الكعبة وأن يفعل بمكة ما كان يفعله بالمدينة إلا أن الحبرين أيضا قالوا له إن هذا البيت بناه خليل الرحمن إبراهيم وإن له شأنا عظيما وإن من أراده بسوء ينتقم الله تعالى منه فعاد امتثل لقولهم وعظم الكعبة وكساها بالحرير والدباج ونحر آلاف من بهيمة لنعام تعظيما لها ثم عاد بحبري اليهود إلى بلده دعا قومه إلى اليهودية فتهول أكثر أهل اليمن يومئذ وكانوا على الدين الصحيح قبل النسخ والتحريف على دين الكريم موسى فكانوا على إيمان صحيح وكانوا على إسلام الصحيح سبحانه أيضا تزرق كتب السير أنه على أن يستعرض خيله فصفت له فكانت من دمشق إلى اليمن خيل مصفوفة من دمشق إلى اليمن والله يعطي ملكه من يشاء جل جلاله أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين أم لا ما أدري أعزير النبي هو أم لا فقد قال ما قال فيه تبع قبل أن يأتيه الوحي من الله جل جلاله أنه لم يكن لعينا بل كان رجلا أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن يسب فنهى النبي صلى الله من الناس عن سبه أما عزير فلم يأتي شيء يدل على أنه نبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لقد روية فيما روية أن تبع عندما ذكره الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد قال في ذلك شعرا واستودعه أهل المدينة قال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت من صدره كلها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون حبتي في الله نكتفي بهذا القدم في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر